حوار القادة في الميدان تشلم من تشليات العمل دون كلل لضبط شريط حدودي يضاهي 208 كم يمتد من مشارف الفلانية في ولاية الحوض الغربي إلى حريشاته الماد بمركز هامد الإداري في ولاية الأعصابة ويكلف تجمع سرايا حفظ النظام والقتار رقم اثنين بالأعصابة التابع للحرس الوطني بضبطه وتأمينه من أي تسلل جهود مكنت من ضبط محجزات كثيرة من بينها السيارات والدراجات النارية والأسلحة والبضائع المختلفة في برهنة ساطعة أن لا مجال لعبور حدودنا في هذا الظرف الحساس هذه الحدود الموريتانية المالية وفي المشهد قوات الحرس الوطني تراقب المشهد وتساهم في ضبط الحدود بإخلاص وكبرياء لقناة الموريتانية محمد البلال من قرية تيشط التابعة لمركز الطويل الإداري